مع تقرير خاص بأهمية مشاركة المواطنين على التصويت في الانتخابات الرئاسية مع الزميلة إيمان عبد الفتح وبنرجع مرة تانية متواصلين مع حضرتكم ويسا بحتي أيام قليلة تفصلنا عن مرسل الانتخابات الرئاسية حيث يبدأ المواطنون في الأداء بحقهم الانتخابي على مدى ثلاثة أيام في يوم العاشر من ديسمبر الجاري وعن المشاركة في الانتخابات الرئاسية فهي شكل من أشكال تأكيد المواطنة فمن علامات كونك مواطنا مصري مرتبطا بوطنك أن يكون لك صوت وتعبر عن اختياراتك وأنت صاحب الاختيار عبد السميع سيد أحمد للطوض الأقصر إن شاء الله بإذن الله دخلين على الانتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربية فأنا بطالب المواطنين المصريين الشرفاء الناس أن كلها تنزل وتشارك في الانتخابات تشارك ليه؟ يعني عايزين المشاركة مشاركة إيجابية عشان كل الناس ده حق لك حق حقك إنك تصوت فلازم تروح تصوت لتدي صوتك للإستحق بعد كده عايزين نظهر برضه في الانتخابات بإذن الله نظهر للعالم نظهر للعالم بصورة حضارية وراقية جداً نبهر بها العالم إن إحنا في دولة ديمقراطية دولة قوية دولة بتنتخب نعبر عن دولة مصرية عشان العالم كله يأخذ فكرة عننا إن إحنا دولة محترمة دولة قوية جداً دولة معبرة عن رأي المواطن في البلد فأطالب كل رجال ونساء شباب وشيوخ كله بإذن الله كده ينزل الانتخابات اللي جاية إن شاء الله وإشارك بصوته طبعاً مصر الحمد لله في الفترة الأخيرة انتقلت نقلة كبيرة جداً بيجي الدولة ذات الحضارة دولة بينعب فيها الحمد لله أكتر حاجة فيها الحمد لله الحمد لله الأمن والأمان الموجود حالياً دي نعمة كبيرة ربنا بداناً سبحان الله تعالى وبنشوف الدولة الأخرى إيه شغال إزاي يعني اللي حوالينا من كل حياة بيجي الحمد لله دولة ذاتة سيادة في طبعاً حتكلم مثلاً على الانجزات في التسع سنين الأخيرة أو الفترة الأخيرة انجزات كبيرة جداً الحمد لله تعاملت قواف الطبية في جميع القرى في جمهورة مصر العربية بنشوف قواف الطبية فيها جميع التخصصات بتنزل بتعالج المرضى في قلب القرية من جميع الناس بشارة وليام بشارة من مواطنين مكة اسمعين الطود لوكسور بنحييكم ونقول لكم بصوا للبلد ومستجبل البلد بصوا للانجزات اللي اتعملت فيها بصوا للأوضاع اللي حوالينا في كل الدول اللي حوالينا دلوقت مصر بجالها السيادة بجي الدولة تعتبر من الدول المؤسرة في العالم كله ياريت نحافظ عليها ياريت نحافظ على سمعتها وده حياجي لما تنزل تستخدم حجك المشروع اللي هو حجك الانتخابي صوتك ده بالرغم من هو امانة لكن ده حجك الرسمي محدش يقدر يمنعك عنه ولا حد يقدر يوجهك اختار انت فاضل بين المرشحين شوف مين اللي هو حيحجج لك اللي انت عايزه الامن والامان والاستقرار سيبك من الغلاء والكلام ده ده كله كلام على مستوى العالم احنا احسن من غيرنا بكتير خالص اه عندنا موجة غلاء لكن ده بحكم الظروف اللي حوالينا ان شاء الله هتتعدل وحتعدي اختار وشارك ولازم صوتك ما يتحركش وشجع اهل بيتك وشجع حبايبك وانزل وانتخب وتحيا مصر انا بشارك مع الشباب بقولهم لازم تنزل وشاركوا الانتخابات المشاركة الايجابية بتغير انا النهاردة لما انزل اشارك اه وبصوتي اه ده صوتي وده وجودي وده امانة لازم اعديها اه 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 وبقول للشباب على على تجربة شخصية انا لما شاركت اه في حاجات كثيرة غيرتها في حياتي شاركت في المجتمع المدني فكان ليه كذا حاجة وكذا عضو مجلس ادارك كذا جمعية لا تشارك ولازم تبقى إنسان مشارك ويابي في الانتخابات أو غير الانتخابات وفي المجتمع والمشاركة الإيجابية جزء من قضايا الوطن وطرف مفاعل ومؤثر في تقرير مصير البلاد وتحقيق مستقبل أفضل للأجيار القادمة من الأقصر كنت معكم إيمان عبد الفتح